موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين تقرير حقوقي يكشف فضائع ترتكبها الزينبيات الحوثيات بحق النساء في صنعاء وعدد من المحافظات حريق يلتهم عشرات المنازل في مخيم الجشة للنازحين في الخوخة جنوبي القديدة موسيقى الصمود مدرسة وحيدة للمعاقين سمعيا في تعز بحاجة الى الدعم والتشجيع موسيقى 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 استهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تسجيل الف واربعمائة واربعة واربعين واقعة انتهاك ارتكبتها ما تسمى بكتائب الزينبيات الجناح العسكري النسائي لميليشي الحوثي الارهابية خلال الفترة من ديسمبر الفين وسبعة عشر وحتى نهاية اكتوبر من العام الجاري اكدت الشبكة في تقرير مسئولية الزينبيات عن اختطاف خمسمائة وواحد وسبعين امرأة يمنية خلال خمس سنوات واضح تقرير الشبكة ان الانتهاكات التي ارتكبتها الزينبيات الحوثيات شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والنهب والضرب والتعذيب وتسهيل عمليات الاغتصاب في مركز الاحتجاز السرية والمدهمات وملاحقات عدد من الناشطات اليمنيات والاعتداء على المعتصمات والتجنيد الاجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات في سياق حربها البشعة ضد الشعب اليمني شكلت جماعة الحوثي الارهابية كتائب الزينبيات وجعلتهن في خدمة الجريمة والمداهمات وملاحقة الناشطات وتسهيل عمليات الاغتصاب والاختطاف والقتل والتجسس واسقاط الخصوم مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي شكل كتائب الجلادين من النساء ثم ارتكب من الجرائم ما تشاء عبارة تلخص جانبا من الممارسات الحوثية المستنسخة عن التجربة الخمينية حيث عمل الحوثيون على تشكيل كتائب نسائية تحت مسمى الزينبيات لتنفتح بعدها بوابات الجحيم في وجه اليمنيات ووفقا لتقرير حقوقي فقد ارتكبت ما تسمى الزينبيات اكثر من 1400 انتهاك خلال خمس سنوات التقرير الذي اصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ونشرته وكالة الانباء الرسمية سبأ اكد ان الانتهاكات التي ارتكبتها الزينبيات بحق اليمنيات تشمل الاعتقال والاحتجاز التعصفي والنهب والضرب والتعذيب وتسهيل عملية الاغتصاب في مراكز احتجاز حوثية سرية ضمن الانتهاكات التي وثقها التقرير مقتل تسع نساء ست منهن قتلنا نتيجة الضرب بالهراوات والكابلات النحاسية وثلاث نتيجة طلق ناري مباشر اضافة لاصابة اثنين واربعين امرأة بجروح متفرقة واختطاف نحو خمسمائة وواحد وسبعين امرأة وتنفيذ مائة واثنين وسبعين عملية مداهمة لمرافق خدمية وصحية وتعليمية ومساجد ومراكز تحفيظ للقرآن تقرير الشبكة الحقوقية اشار لتجنيد نحو اربعة الاف عنصر ضمن فرق ما يسمى الزينبيات تلقى بعضهن التدريب في لبنان وايران وضمن الدورات يجري التدريب على مهمات خاصة تشمل التجسس والايقاع بالخصوم والرصد وملاحقة الناشطات واقع فاضح يشير لخطورة التغييرات الايرانية في بنية المجتمع اليمني الذي لم يعهد قبل الحوثيين ان يتم القبض على خلايا نسائية او على رجال متنكرين في زي نساء لتنفيذ اعمال اجرامية وجميعها اعمال حوثية تستهدف المرأة باكثر من شكل وتقدم البعض على هيئة كائن متوحش لا علاقة له بالانسانية فضلا عن وجود اي رابط بينها كذا كائنات متوحشة وقواميس الحياء والحياة اليمنية النسائية فرضت ميليشيا الارهاب والتمرد الحوثية حارسا قضائيا على مدارس الاقصى في العاصمة المختطفة صنعاء وقالت مصادر التربوية ان عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بقيادة المدعو فؤاد الكبسي انتشرت في كافة فروع مدارس الاقصى وقامت بجرد الصناديق المالية وتفتيشها ومنعت اخراج اي مبالغ مالية نقدية واوقفت اي عمليات مالية للمدرسة من سلف واوامر شراء وغيرها وتأتي هذه الخطوة الحوثية في ظل انهيار التعليم في المدارس الحكومية جراء رفض الميليشيا لصرف مرتبات التربويين في المدارس الخاضعة لاحتلالها شهدت محافظة ذمار وفيات غامضة بين الاطفال والرضع خلال الاسبوعين الماضيين جراء اصابتهم بمرض لم يتم تشخيصه بشكل دقيق وانقل صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر طبية قولها ان الضحايا اصيبوا بصعوبة التنفس وانخفاض نسبة الاكسجين في الجسم ادت الى تدهور الحالة وغيبوبة كاملة والوفاء خلال ساعات قليلة اوضحت مصادر طبية في المحافظة للشرق الاوسط ان اعداد الوفيات بلغت خمسين حالة وذلك لان اغلب الوفيات لم يتم تسجيلها او التبليغ عنها اشارت المصادر الى ان اعراض المرض تبدو اقرب الى الدفتيريا وهي من الامراض التي منعت الميليشيا الحوثية تحصين الاطفال ضدها في السنوات الماضية شهدت محافظة تعز اليوم وقفة احتجاجية لضحايا الالغام ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بالتحقيق فيما ورد في التقرير الحقوقي لدعم الموت بشأن ضلوع منظمات اممية ودولية في دعم وتمويل انشطة جماعة الحوثي ومشاركتها في صناعة الالغام وزراعتها على نطاق واسع في اليمن وجعوا والموا الرؤية هؤلاء البشر وقد تقطعت اجسادهم وفقدوا اطرافهم واصبحوا معتمدين بحياتهم على غيرهم وهناك الالاف غيرهم لم يستطعوا المجيء او توفوا نتيجة الالغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الارهابية وبدعم من الامم المتحدة التي تدعي انها انشئت من اجل الانسان لكن التقارير الميدانية وكل الشواهد تدل على انها تقف مع الارهاب بقتل الاطفال والنساء والشيوخ اجينا نطلب نطلب الامم المتحدة بوقفها لدعم ميليشيات الحوثي الانقلابية لزراعة الالغام التي تدعي النهج والسلام وتدعي حفظ حقوق الانسان في محافظة التعز وهي في الاكس دتعم ميليشيات الحوثي الانقلابية لزراعة الالغام نظامات الامم المتحدة بشكل عام واليو ان دي بي اللي هو البرنامج الامم المتحدة بشكل خاص مساهمين ومشاركين في قتل الشعب اليمني وذلك من خلال تقديمهم الدعم المادي المهول الكبير يعني وصل اليو ان دي بي لانه يقدم اكثر من 140 مليون دولار لميليشيو الحوثي تحت مسمى نزع الالغام ولكن حقيقة الحوثيين استخدموها في زرع الغام وفي انتاج الغام قديدة مما ادى الى حصد ارواح المئات من اليمنيين بدعم دولي ابي شهيد بنعمي شهيد عمي شهيد مرته شهيد بتعمي مبتور اني مبتور بتعمي الثاني مبتور عمي الثالث قريح كلنا المهم مدمرين بسبب الالغام حق الحوثي سبب الحوثي دمرنا المهم الدعم المقدم من المنظمة الدولية للميليشيات الارهابية كبيرا جدا فما رصده تقرير دعم الموت بلغ اكثر من 167 مليون دولار امريكي تحت مسمى مكافحة الالغام اما المعدات 420 سيارة حديثة منها 20 سيارة دفع رباعي و400 سيارة دفع رباعي نوع جيب شهدت هذه السيارات بالعروضة العسكرية وفي الجبهات ووثقت كما قامت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهريب الخبراء الايرانيين وعناصر حزب الله على متن طائراتها اما ابرز المنظمات الاممية التي سماها التقرير فهي برنامج الأمم المتحدة الانمائي البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف منظمة الأغذية والزراعة الفاو منظمة الصحة العالمية ولا زالت الأمم المتحدة تقتل الأطفال والنساء والمدنيين بتمويلها وتوفيرها لكل ما يلزم هذه الجماعة الإرهابية حتى تستمر في قتل اليمنيين كنا نعتقد كما يعتقد العالم أجمع بأن الأمم المتحدة تقف بالحياة بين جميع الأطراف المتصارعة ولكن تفاجأنا بأنها قدمت دعم للحوتيين بما يقارب 170 مليون دولار وكذلك إلى مركبات وألغام فردية وألغام جماعية نبلغ الأمم المتحدة بأن ألغامهم بطرت أجزاء من أجسادنا بحوالي أكثر من 30 ألف قريح مبتور في الجمهورية اليمنية بسبب ألغامهم الذي دعمتوا فيها الحوتيين وكذلك نبين للعالم أجمع بأن الأمم المتحدة ليست بالحياة كما يدعون وكما يزعمون وكما تقول مواثيقهم بل هي بصف مصالحهم الشخصية ومصالح بعض الدول ويأتي هذا الدعم الأممي للجماعة الحوثية في الوقت الذي وثق تقريب دعم الموت قيام جماعة الحوثي بجراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة على نطاق واسع من اليمن خلال ثمان سنوات مضت والتي تسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا وإصابة عدد 4231 آخرين بقروح وتشوهات قسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و2085 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا يقول هؤلاء أن ما تمالسه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي وبقية الهيئات التابعة لها جريمة حرب بحق اليمنيين وانحيازا كاملا مع الإرهاب ضد الأطفال والنساء والمدنيين كونها الدائم الرئيسي للحوثيين بالمعدات والمال والرواتب محمد يوسف لخناة سهيل تعز دشنت الحملة الأمنية في تعز إجراءاتها بشأن منع حركة الدراجات النارية في المدينة ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا مع تنفيذ عملية انتشار أمني واسع في شوارع المدينة والجولات الرئيسية وقال مدير الشرطة العمين منصور الأكحلي لمركز الإعلام الأمني إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لفرض الأمن وتثبيته في المحافظة وملحقة العناصر المطلوبة أمنيا ودع الأكحلي جميع المواطنين إلى التزام بتنفيذ القرارات وإسناد جهود الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والاستقرار مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع المخالفين والمخلين بتنفيذ هذه القرارات قرار منع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا هو قرار أصدره اليوم مدير عام الشرطة العميد منخور الأكحلي في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في محافظة التعز ومكافحة القريمة وملاحقة المخالفين هناك توقف قاد لأن تكون محافظة التعز محافظة نموذجية في الأمن والاستقرار تبدل الأجهزة الأمنية هذه الأيام وعيوننا الساهرة في الشوارع والأماكن الهامة في المدينة جهود كبيرة يشكرون عليها لم تترك ميليشيا الحوث الإرهابية وسيلة للسقوط في هاوية الانحطاط إلا واستخدمتها ووظفتها لأذية الشعب اليمني وسفك دمه وما كشفته الأجهزة الأمنية في مأرب مؤخرا من استخدام الميليشيا الحوثية للمراهقين كعناصر في خلايا التجسس والإرهاب إلا حلقة في سلسلة السقوط الممتدة إلى ما لا نهاية هل بقي قاع لينتهي عنده سقوط الحوثيين؟ سؤال جوابه النفي بلسان اليمنيين فالسقوط الأخلاقي للحوثيين لا ينتهي عند قاع ولا يتوقف أمام محرم شرعا أو مجرم قانونا أو عيب في نطاق الأعراف إحدى حلقات السقوط الحوثي تمثلت في استخدامه للنساء في عمليات الرصد وخلايا الإرهاب وهو سقوط كشفته الأجهزة الأمنية في مأرب لأكثر من مرة ومع كل مرة كان كثيرون يتساءلون ما الذي بقي من عيب وإجرام لم يرتكبه الحوثيون؟ ليفاجأ الجميع في كل مرة بأن كيس الحاوي الإيراني مليء بحيل الإجرام التي لا تراعي المحرمات ولا تأبه بالعيب وأنه مع كل جريمة حوثية جديدة تؤكد مليشيا الإرهاب أنها ذاهبة نحو اللاقاع حيث لا سقوط بعده ولا مجال للتراجع والارتفاع وفق ما نشرته الأجهزة الأمنية في مأرب فإن مليشيا الإرهاب الحوثية التي انتهكت حقوق الأطفال والنساء بطرق يقف أمامها الشيطان ليتعلم على يد المليشيا لم تتورع عن إلحاق الأطفال بخلايا إرهاب وعن إلباس مراهقين أزياء نسائية وإرسالهم للتجسس وتنفيذ عمليات إرهابية ليصبح القبض على مثل هكذا خلايا في كل مرة تأكيدا للحقيقة المرة حقيقة أنه ما لم يتم الحسم العسكري مع مليشيا إيران فلن يبقى في قاموسها عيب ولا محرم ولا مجرم في سبيل تحقيق أهداف طهران لاقت العملية الهجومية الإرهابية لمليشيا الحوث الإيراني على ميناء قناة جاريب شبوة إدانة دولية وعربية واسعة معتبرة الإدانات أن الهجوم يعكس الوجه العدواني للمليشيا المدعومة إيرانيا أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضائفي المعتمدة لدى اليمن الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء قناة جاري مشيرة إلى أن الهجمات الإرهابية المتكررة على الملاحة الدولية إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت في بيان لها أن هجوم المليشيا الحوثي على ميناء قناة يؤكد مضيها بإعاز وتسليح إيراني في نهج التصعيد وتدمير مقدرات الشعب اليمني مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف المليشيا المارقة كمنظمة إرهابية لمنع التكرار هذه الهجمات وتجفي في منابع التمويل لها وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم من جهتهم أكد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن بأن على المليشيا الحوثية وقف هجماتها الإرهابية فورا التي تستهدف فيه المنشآت الحيوية لليمنيين لافتين إلى أن مليشيا الحوثي أظهرت مرة أخرى فشلها البائس في منح اليمنيين الأولوية من خلال قيامها باعتداء آخر على خطوط شحن الدولية والتدفق السلس للسلع الأساسية وعلى الصعيد العربي أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها السهداف المنشآت النقطية والحيوية وفقا لبيان خارجية المملكة والذي يجدد فيه أيضا موقفها الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويرفع من معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته بدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الغاشم محملة المليشيا الحوثية مجددا مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة والتصعيد الراهن في اليمن مشددة على موقفها الراسخ والداعم لمحدة اليمن وسيادتها على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات من جانبها عربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الحوثي الإرهابي معتبرة أن الهجوم يشكل تهديدا لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقا للمواثيق الدولية مشددة على موقفها الداعم لكل ما يحقق لشعب اليمني تطلعاته بالأمن والاستقرار وجاء الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء قناة تجاري بشبوة بعد نحو إسبوعين من هجومها على ميناء النشيم والضبة وهو الهجوم الذي قوبل بإدانة دولية وعربية واسعة غير أن الميليشيا الإرهابية لم تكترث بتلك الإدانات وعاودت من هجماتها مجددا من جهة اعتبرت مملكة البحرين استهداف ميناء قناة عملا إجراميا يعكس تماد الميليشيا الإرهابية في انتهاكاتها للمواثيق الدولية وتعديها على المشأة المدنية مجددة موقفها الثابت والداعم للجمهورية اليمنية في استعادة الشرعية وجهود الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث فيما أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي محذرا من تدعيات الهجمات الحوثية على تدهور الوضع الإنساني ومجددا تأكيد دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنه الكامل مع اليمن في حربه ضد الميليشيا الإرهابية الحوثية وما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره اندلع حريق هائل في مخيم للنازحين بمديرية الخوخة الساحلية جنوبي الحديدة اليوم وتسبب في وقوع عدد من الإصابات في الصفوف الأهالي ووفاة عدد من الماشية وإتلاف عشرات المنازل التي بات سكانها مع الأطفال والنساء في العراء نتابع اندلع حريق في مخيم الجشة بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة صباح اليوم السبت وتشير مصادر محلية بأن الحريق قلتهم قرابة خمسين منزلا مكونا من القش والخيام تسبب في إصابة عدد من المواطنين بحروق مختلفة ونفوق عدد من الماشية وإتلاف ممتلكات العشرات من الأسر التي باتت مع أطفالها في العراء سكان محليون قالوا بأن انفجار أنبوبة غاز في أحد المنازل أدى إلى اشتعال نيران التهمت عشرات المنازل في ظل غياب وسائل السلامة العامة عن مخيم الجشة للنازحين بالخوخة هو خامس حريق يندلع في مخيمات نازحي الحديدة بمدينة الخوخة الساحلية التي تغيب عنها أبسط مقومات السلامة العامة وهو ما يضاعف معاناة سكان العالقين بين تهجير ميليشيا الحوث الإرهابية من قرائهم وبين نار الحرائق والنزوح عبد الحافظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة اختتمت قناة سهيل الفضائية مشاركتها في معرض مستقبل الإعلام الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل وبتنظيم من هيئة الإذاعة وتلفزيون بالمملكة العربية السعودية واتحاد الإذاعة العربية وشهد جناح قناة سهيل إقبالا كبيرا من زوار المعرض الذين عبروا عن امتنانهم للرسالة الإعلامية الوطنية والهادفة التي تقدمها قناة السهيل كما مثل المعرض فرصة للتشبيك وبحث فرص التعاون بين قناة السهيل الفضائية والقنوات والشركات الإعلامية المتواجدة في المعرض هذا وحظي معرض مستقبل الإعلام بحراك إعلامي كبير كما شهد توقيع اتفاقيات شراكة بين الجهات المشاركة إضافة إلى عشرات الورش والندوات الإعلامية وعبر المشاركون في المعرض والمهرجان عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الإذاعة وتلفزيون السعودية واتحاد الإذاعات العربية والجهات المنظمة للمعرض على حسن الإعداد ومستوى التنظيم الكبير وما لمسوه من حفاوة وتذليل كافة الصعوبات وتوفير آفاق واسع للتعاون بين المؤسسات الإعلامية أكدت منصة فرودويكي المهتمة بكشف شركات الاحتيال الشبكي في اليمن وجود أكثر من ثلاثة عشر شركة نصب شبكي استهدفت يمنيين خلال العامين الماضيين فقط وقالت المنصة إن بعض هذه الشركات أفلست وضاعت أموال المساهمين فيها وبعضها تحتضر وبعضها لا يزال في بداية عملية النصب مثل شركة سيمبلي وحذرت المنصة اليمنيين من مغبة الانجرار وراء دعوات الشركات الوهمية والحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال وبرزت خلال السنوات الماضية شركات وهمية تعمل في التسويق الهرمي وتدعي تحقيق أرباح كبيرة مقابل أنشطة غير معلومة دفعت بمئات الآلاف من اليمنيين إلى بيع مدخراتهم والمساهمة في تلك الشركات التي تبينت لاحقا أنها تقوم بعمليات النصب والاحتيال الصمود هي المدرسة الوحيدة للمعاقين سمعيا في تعز وتستقبل طلابها من المدينة والريف لتدريسهم بلغة الإشارة وتحوي المدرسة مئة وسبعين طالبا وطالبة يجتمعون في مبنى للإيجار ويدرسهم معلمون متطوعون مزيد من التفاصيل في التقريد التالي مدرسة الصمود لتأهيل المعاقين سمعيا الوحيدة في تعز لاستقبال الصغار القادمين إليها من المدينة والريف وبجهد ذاتي يمارسون أنشطتهم كمدرسة عادية والفرق الوحيد أنهم يتعاملون بلغة الإشارة وأجمل سلام جمهوري رأيناه هنا معهم لشعورنا أنه يخرج من القلب باشتراك مع الجوارح أشان يساعد يساعده الآن هو يحب التعليم عشان يكمل كمان دراسته وفي نفس الوقت يشتغل عشان يساعد قال أبو أمه في العمل طاقم التدريس يجمع بين التأهيل العلمي ولغة الإشارة ولكنهم للأسف جميعا متطوعون يعمل بعضهم منذ ثمانية عشر عاما بلا رواتب ومدرستهم تشغل مبنى مستأجرا يقع بين المنازل فلا مساحات يشغلها الطلاب ولا أمل لهم ببناء مبنى لهم فقد طرقوا كل الأبواب ولا من مستجيب وكأن كل المسؤولين يريدون لهذه الفئة أن تتوقف عن التعليم فعدد 170 طالبا وطالبة منسيون فالمنظمات والجمعيات رافضين التعامل معهم أو مساعدتهم كونهم عاقين بنظرهم ولا يستحقون المساعدة رغم أن الغالبية العظمى منهم من أسر فقيرة لكن إرادة المعلمين والمتعلمين قوية جدا وستواصل العمل رغم الخذلان وهيئة تدريس المدرسة لا تعلم الأطفال فقط بل تعلم أولياء الأمور لغة الإشارة حتى يذاكروا لأبنائهم عقرب الإختبارات من 2004 نشتغل هنا يعني الكادر الأول من 2004 واللي بعده من يعني كل سنة تدخل كادر جديد يتخيل من 2004 إلى 2020 ونحن بالقائمة السوداء لا من يقول أين لكم في الحياة لما وصلت لنا ولا طلابنا والله العظيم أنني بيتي بقاهرة وأجم هناك هنا رجلي والحباء الصوتي والله الضررات هنا يعني دخلتوا بساق سليم الحمد لله خربتوا بعاهات أتمنى حتى من السلطة المحلية يعمل لفتة كريمة كذا ويقيشوا في الوضع بنفسه على أساس يقدر الوضع زي ما أنتم قدرتوا وضعنا يعني وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن المدرسات هذه الثبتوا يحد الفتلهم حتى بمكافأة بسيطة مدرساتي الصدق مدرساتي مروا معانيات والطلاب كمان طلاب كمان يتعبوا جدا ما فيش معهم مواصلات أغلب الطلاب اللهم طبعا النصهم غايبين بسبب المواصلات ما عندهم مش مواصلات يجيبهم يعني يجي ذكي يومين ثلاث وغب يومين ثلاث يجي على حسب على حسب ما يلاقي حق الباص وعلى حسب لأنه يجيوا من مناطق بعيدة جدا كلماتهم إشارات وعواطفهم نظرات وتعبيراتهم إيماءات وصرخاتهم لا تسمع لكنها تحولت إلى طموح وأمل لا حدود لهما نحو التعليم كطريقة لا ثانية لها تحتاج إلى لفتة وتوفير للإمكانات والمتطلبات حتى يستمروا محمد يوسف لقناة سهيل تعز أعلنت شركة النفط اليمنية فر محافظة المهرى عن دعم الأنديات الرياضية بشاشات عرض عملاقة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والرياضيين لمشاهدة مباريات كأس العالم الفين واثنين وعشرين الذي تستضيفه دولة قطر ويأتي هذا الدعم ضمن دعم الشركة المستمر لقطاع شباب والرياضة بالمحافظة وأشار مدير عام فر شركة النفط اليمنية المهندس محسن علي بالحاف بأنه سيتم توزيع الشاشات على الأندية بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات توريدها مع توابعها على أن يتم تنصيبها في الأماكر العامة وتجمعات الشباب على مستوى مدينة الغيضة وبقية المديريات ليتمكن الشباب من متابعة جميع المباريات التي ستنطلق في العشر من نوفمبر الجاري بعد مطالبات مستمرة صدر مؤخرا قرار إنشاء جامعة المهرة تلبية لاحتياجات الطلاب الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للمحافظات الأخرى للاتحاق بكلياتها العلمية نتابع لسنوات طويلة ظل أبناء المهرة يتطلعون لإنشاء جامعة تضم تخصصات متنوعة بدلا من حصر التعليم الأكاديمي على ثلاث كليات تابعة لجامعة حضرموت قد لا تلبي رغبة الكثير منهم مشقة كبيرة يواجهها الطالب المهري وهو يتنقل بين جامعات المحافظات المجاورة للالتحاق بكلياتها كالطب والهندسة متحملا كافة الأعباء في سبيل تحقيق حلمه المنشود نحن طلاب من محافظة المهرة استمشرنا خيرا بقرار صدور جامعة المهرة والذي كان في مفهوم كل المهريين بأنه سيلبي احتياجات طلاب المهرة طبعا كان قبل سنوات عن صدور هذا القرار عندنا عدة كليات أو ثلاثة كليات كلية التربية وعلومة الطبيقية والتعليم المفتوح فرعية ويوجد تخصصات مثلا علمية كالهندسة أو الطب أو غيرها من المجالات العلمية معاناة قد يكتب لها النهاية خلال الفترة القادمة بعد أن نال أبناء المهرة حقهم المشروع وحصولهم على قرار إنشاء جامعة خاصة بهم تضم كافة التخصصات التي كانوا يبحثون عنها ستكون هذه الجامعة رافدا للتنمية في المحافظة هناك الكثير من الطلاب لا يلتحقون بالتعليم الجامعي بسبب بعد المسافات وبخاصة الفتيات لا يستطعنا الذهاب إلى حضر موت أو إلى عدن أو إلى غيرها من المناطق فهذه الجامعة ستوفر لهم عناء السفر وتختصر لهم المسافات بفتح كليات جديدة وتخصصات جديدة وكذلك أيضا بمجيء هذه الجامعة ستحل كثيرا من المشاكل التي يعاني منها الأكاديميون في المحافظة إنشاء جامعة المهرة وسعى من دائرة الأمل أمام سكان المحافظة في التحاق أبنائهم بالكليات العلمية دون أي عناء يرافق مسيرتهم التعليمية خاصة الأسرة التي كانت لا تقوى على تحمل تكاليف التعليم في الجامعات الأخرى افتتحت السلطة المحلية في محافظة أبيان مصنعا لتعبئة الأكسجين في مدرية زنجبار بقدرة انتاجية تصل إلى مئة استوانة سيتم انتاجها يوميا في المرحلة الأولى من عملية التشغيل وقال مسؤولون إن افتتاح المصنع سيعمل على توفير مادة الأكسجين للمشافي والمرافق الصحية في عموم المدريات وسينهي حالة الاحتياج التي ظلت تعاني منها خلال الأعوام الماضية بعد مرور عام على بداية العمل في إنشاء مصنع الأكسجين في مستشفى زنجبار بمحافظة أبيان افتتحت السلطة المحلية المبنى الذي تم تجهيزه بالآليات والمعدات الخاصة بتشغيله وبدأت عملية الانتاج فيه بشكل رسمي بقدرة تصل إلى مئة استوانة يوميا اليوم الانشان نفتاح المصنع الأكسجين هذا المصنع الذي سوف يغطي محافظة أبيان بالكامل خدمة نوعية المخضاع الصحي والمصفيات في المحافظة باكملها من الانشان الاسباح يعني هدعات المديرية كلها بتسفيد من هذا المصنع يؤكد مسؤولون الصحيون في المحافظة أن تشغيل المنشأة الصحية وبدأ عملية الانتاج فيها سيعمل على توفير مادة الأكسجين لكافة المرافق الصحية الحكومية في عموم المديريات وهي المرافق التي ظلت تواجه الكثير من التحديات التي ضاعفها الانتشار الكبير للأمراض خصوصا في الوقت الذي سجلت فيه المحافظة حالات إصابة بوباء كورونا تكمن أهمية المصنع الخاص بإنتاج الأكسجين في أبيان في الكمية التي من المقرر إنتاجها في المرحلة الأولى من التشغيل حيث سيكون بإمكان المشافي والمرافق الصحية الحصول على حاجتها من الأكسجين بشكل يومي بعد أعوام ظلت فيها تعاني من انعدام المادة المهمة في الخدمات العلاجية ما يعني أن المصنع سيسهم في إنعاش مستوى الرعاية الطبية داخل المحافظة وهو ما يأمله المواطنون في ظل الانتشار الواسع للأمراض لقناة السهيل الفضائية عبير علي محافظة أبيان اطلع فريق من البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن على احتياجات محافظة أبيان من المشاريع الخدمية والأساسية وكذل التعرف على ما تعرضت له البنية التحتية من الدمار في محاولة لتغليص الاحتياج في المرافق التعليمية بالمدن الرئيسية في محافظة أبيان بدأت السلطة المحلية وضع حجر الأساس لعدد من المدارس الإضافية في كل من جعار وزنجبار بالتزامن مع وصول وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أول زيارة له إلى المحافظة وضع حجر الأساس لهذا المجمع التربوي في مدينة جعار مدينة جعار مركز مديرية خنفر أكبر المدن كثافة سكانية على مستوى المحافظة بعد مدينة قبل مدينة لودر هذه المدينة تقريبا فيها أكثر من 4.800 أسرة نازحة إضافة إلى السكان تقدر في أطار المدينة جعار 120 ألف نسمة هذا المجمع التربوي بحكم الكثافة الطلابية من مختلف الأحياء والشوارع والمناطق في مدينة جعار إضافة إلى النازحين بتخفف علينا الضغط الكبير الذي يعاني منه الطلاب في أطار مدينة جعار مدينة جعار مدينة مكتبة بالسكان المشاريع التعليمية المقرر إنشاؤها في المدينتين الرئيسيتين تأتي ضمن جملة من المشاريع الخدمية المقرر تنفيذها من البرنامج السعودي وجاءت كأولويات أساسية ستعمل على التخفيف من حالة الازدحام في المدارس الحكومية الزيارة الأولى للوفد السعودي المكلف بدعم الحكومة في إعمار ما دمرته الحرب مناسبة رأت من خلالها السلطات فرصة لكشف حالة الدمار الذي لحق بالمحافظة خلال فترات الحرب الممتدة بين الأعوام 2011 و2015 وهي الفترة التي تحولت فيها المحافظة إلى ساحة حرب تسببت في تدمير ما نسبته 80% من البنية التحدية وهي نسبة عجزة السلطات عن إعادة تأهيلها الأمر الذي أبقى آثارها في تفاصيل المحافظة حتى بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على حدوثها لقناة السهيل الفضائية عبير علي محافظة أبيان افتتح مدير عام مكتب شون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبو علي عمير والمدير التنفيذي للوصول الإنساني بالمحافظة هاشم النخور البازار الترويجي الثالث لمنتجات 40 مشاركة من المستفيدات من مشروع الحماية ودعم السبل العيش للنساء والفتيات ويضم البازار معروضات للتسوق في مجالات صناعة البخور والعطور والحلويات والمعجنات والخياطة والتفصيل وصيانة الجوالات والكوافير والتجميل إضافة إلى ركن خاص بمساحة الأطفال والأهم في هذا أيضا أن هناك دورات نوعية جديدة في صيانة الجوال للنساء بحيث أنه أخذنا دورات كثير من البنات في الجوانب هذه المختلفة التي من وراءها تصبح تعيل أسرة التدريب شيء مهم جدا للعقول البشرية للبنات واللنساء عقد في مديرية العبر بمحافظة حضر موت لقاء ضم مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم بن ملهي الصيعري وممثل المنظمة الدولية للهجرة لبحث تنفيذ نشاط تقييمي لمناطق النازحين في المديرية وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأنشطة والمشاريع المنفذة بالمديرية التي يستفيد منها النازحون والمجتمع وكذا مدير عام مديرية العبر بن ملهي على ضرورة إلاء النازحين اهتماما بالغا كون المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود ومواجهة برد الشتاء عبر تزويد النازحين في القيام بالاحتياجات اللازمة نال الباحث شرف محمد محسن العكة مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة الجوف درجة الماجستير بامتياز من كلية الدراسة العليا والعلوم الإدارية بجامعة العلوم والتقانى بجمهورية السودان قسم إدارة الأعمال عن رسالته الموسومة أثر البيئة المنظمة في الأداء المؤسسي بالتطبيق على مكتب الثقافة في الجوف وفي المناقشة العلنية أشادت لجنة المناقشة بالجهود التي بذلها الباحث والنتائج التي توصل إليها ومنحته درجة التخصص الأولى الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بالطباعة نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها تقرير حقوقي يكشف فضائع ترتكبها الزينبيات الحوثيات بحق النساء في صنعاء وعدد من المحافظات حريق يلتهم عشرات المنازل في مخيم الجشة للنازحين في الخوخة جنوبي الحديدة الصمود مدرسة وحيدة للمعاقين سمعيا في تعز بحاجة إلى الدعم والتشجيع للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سوهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة